اشتركوا في القناة وابقى عارف ما ده اهمية مادة التخطيط ليه او تمثل ليه ايه في الواقع وانا هشتغل بيها ايه برا بعد كده مادة التخطيط بتسمى في الدول العربية او اللي حاصل على مادة التخطيط بيسمى برا او بيستخدم المصطلح ده برا بيطلق عليه حاسب كميات في الشركات سواء في الدول الخالجية او في العالم باكمل بيسمى حاسب كميات ويطلق عليه او ده مقدر الكميات الراجل ده بتبقى كل شغلته او وظيفته انه هو بيقدر كل كمية موجودة في المشروع سواء ان هي موجودة وبيحسب لها او محتاجة كمواد او خمات هتبدأ تستعمل في المشروع يبقى كده حاسب الكميات ده وظيفته انه هو بيحسب كميات الموجودة سواء كميات مواد او خمات موجودة او غير موجودة وطبعا بيكعب ويمطر ويربع الشغل اللي موجود عنده يبقى هو زي ما بنقول احد الاعمدة الاساسية والرئيسية التي يلغن عنها في المشروع طيب بتلقى عليه ايه مهمة ايه او بعد كده ايه المشكلة اللي ممكن تقابله بتقابل حاسب الكميات او الراجل اللي بيشتغل في المجال ده اذا لم يكن على ضرايا بمجاله طبعا بيقابل مشاكل كتيرة جدا اثناء عملية العمل اذا لم يكن متمكن من اجراء هذه المهم لانه طبعا بياخد اياسات وابعاد ومأسات المأسات دي وحساب كميات وكذلك منوط باجراء مواصفات المواصفات دي خاصة بالمواد اللي هتستخدم في المشروع وبناء عليها على المواصفات دي بيقدر السعر سواء كان للمناقصة او للمزايدة زي ما بنقول او دايما انت بتسمع يقول ريسي عليه العطا العطا ده عبارة عن ايه عبارة عن ان هو تقدم لمناقصة سواء كان مقاول من الداخل من الباطن او مقاول رئيسي في المشروع مجموعة من المقاولين بيتقدموا لمنقصة لاجراء منقصة او مزايدة على مشروع من المشروعات بيرسى عليه العطا يعني هو اللي هينفذ العملية او المشروع ده طيب هو هينفذ وهيحط السعر بناء عليه بناء على مجموعة من المواصفات للبنود الاعمال وكذلك الكميات يبقى انا كده وصلت للي انا عاوز اتكلم مع حضرتكم عليه في بداية الحلقة ان المادة بتاعتنا النهاردة مقسومة الى جزئين مادة التخطيط دي بديتكلم عن جزئين جزء اسمه مواصفات الاعمال وطبعا بما اننا في اعمال صحية يبقى نتكلم عن مواصفات الاجهزة الصحية والاعمالة والتركيب وما شابه ويبقى كل ما يخص الاعمال الايه الصحية اللي هو قسم اللي هي تخصص اعمال السباكة يبقى كل ما يتخصص فيه اعمال السباكة او كل ما يخص اعمال السباكة اللي هي الاعمال الصحية وشبكات المياه اللي هي برضو المياه سواء بارد او ساخن يبقى كل التركيبات دي لها مجموعة من المواصفات المواصفات دي حضرتك المفروض بتكون دارسها وبتتعلمها معنا عشان أنا بكتبها في بيان الأعمال واللي بناء عليها المورد سواء كان المورد هو اللي هيورد بعيد عن العملية بعيد عن الأداء اللي هو التنفيذ يعني أو المقاول لو المقاول هيشتغل توريد وتنفيذ أو زي ما بنسميها دايما أو بنكتبها توريد وتركيب يبقى هنا المقاول محتاجي أعرف مجموعة المواصفات الخاصة بالمواد اللي أنا هستخدمها وحط عليها لأحط بناء عليها السعر صح لأن طبعا أنا لو أكتب له في مواصفة من المواصفات وليكن مثلا بالعادة توريد وتركيب حوض غسيل مثلا أو حوض مطبخ من الستانلس مياسو 120 مثلا في مت وله مثلا ايه أو يشتمل من مجتملاته على رخامة دي طبعا مواصفة من المواصفات أنا بقولها في الأعمال بتاعتي في المناقصة أو المزايدة اللي أنا هترحها في السوق دايما بتكون عبارة عن ايه منقصات في المشاريع طيب أنا التزمت بأنه كتب المواصفة كتب أن ده عبارة عن لوح عبارة عن حوض من الستانلس طوله متر وعشرين في متر والحوض ده حوض مطبخ وبيشتمل من ضمن الاجتمالات بتاعته على رخامة هيتركب عليها للحوض جاء المقاول بعد ما خلص الشغل بتاعه قال لي لأ والله أنا ما اتفقتش على الرخامة وأنا روحت استلم منه كصاحب مشروع ما لقيتش أو استشاري ما لقيتش الرخامة اللي مكتوبة في المواصفات فأنا بقول له انت ما ركبتش ليه الرخامة دي فحيقول لي لأ انت ما قلت ليش فأنا أقول له لأ أنا كتبتلك فبيبقى الحكم بينه وبينه المواصفات اللي موجودة في المناقصة اللي هي بتطرح عليهم في بداية المشروع فبنشوف بنلجأ أو بنحتكم إلى بيان الأعمال فبنلاقي وصف البند أو المادة موجود في بيان الأعمال ده الشق الأولاني الخاص بمواصفات الأعمال وطبعا هيطبق على باقي الأجهزة وباقي الأعمال في المشروع أما الجزء الآخر وهو جزء الحسابات وده طبعا جزء بينتج منه الكميات والأعداد اللي موجودة في المشروع لأننا مش طبيعي أو مش من الطبيعي أننا أكون كرجل مقاول معرفش عندي كام متر في المشروع أو أنا أكون متفق معاك أو ماضي على المناقصة على وليكن مثلا 100 متر مواسير ظهر مثلا قطر 4 بوصة أو 200 متر مواسير مثلا قطر 6 بوصة أو 4 بوصة تخانة 6 ملي مثلا أو 4 ملي وفاجأ أن أنت بعد كده أثناء عملية التنفيذ وحطت سعر على كده أثناء عملية التنفيذ لديك بتقول لي كاستشاري وأنا راجل مقاول فبتقول لي لأ المفروض أن أنت كنت تستخدم مواسير 4 بوصة أو بلاستيك ولكن قطر 6 ملي وبالتالي أنا لما هرجع هرجع تاني معاك في مساب الكميات أو الكميات اللي موجودة معايا وبرضو المواصفات اللي موجودة فيه المناقصة واللي كانت بمسابة العقد ما بيني وبينك واللي أنا بنائنا عليه حطيت السعر بتاعي واللي أكيد طبعا هيختلف إما بالزيادة أو بالنقص نتيجة للايه لتخانة الخامة اللي موجودة لأنه أكيد متر المواسير اللي هو هيبقى 5-4 ملي مثلا زي اللي هيبقى 6 ملي وقطر المصورة اللي هي 4 ملي مش هيكون سعرها زي المصورة اللي هي 6 ملي يبقى 6 بوصة أسف 6 بوصة يبقى دي هتختلف عندي عن طريق اللي هيحكم بيني وبينك في الاختلاف ما بين المصورتين اللي هو هيبقى مين عشان طبعا السعر هيبقى البيان الأعمال والمنقصة كلها عشان أطلع الكميات والمواصفات اللي موجودة عندي يبقى أنت هنا بيحكمك عملية المواصفات وعملية الكميات عاوز بس أحسسك أو أعرفك بأهمية ودقة مادة التخطيط وأهميتها في الواقع وزي أنا أستخدمها في المشروعات وزي ما هي ممكن تضرني في بعض الأحيان نتيجة سوء فهمك لبعض النقاط إما في القياس أو في التكعيب أو في ذكر المواصفات نفسها وتسبب لك ضرر مع المقاول لأن طبعا ممكن مواصفة من المواصفات لم يتم ذكرها بشكل وافي وبالتالي بتنتج عنه أخطاء أو مشاكل بتكون لك في المشروع عشان نتجنب الكلام ده كله النهاردة إن شاء الله بنعلمك وبنشرح لك جزئين الجزء الأول عبارة عن مواصفات والجزء الآخر عبارة عن كميات في مادة كلها بتسمى مادة التخطيط كان بيطلق عليها نادة مؤيسات الأعمال الصحية ومع التطور سمية مادة التخطيط وإن كان في الأساس الإجراء اللي بيتم داخلها كله عبارة عن قياسات ومواصفات هنروح مع بعض كده لأولى الشريح بتاعتنا ونشوف النهاردة الإصلاة بتاعنا بيقول إيه في مادة التخطيط الخاصة بالصف الثالث تخصص شبكات المياه والأعمال الصحية أول حاجة طبعا من البديهي عشان أقدر أعمل مؤيسة لأي مشروع لازم أتقن معرفة ارتفاعات ومناسيب الأجهزة الصحية عشان بعد كده من سطح البلاط طبعا ده السابت عندي عشان بعد كده أقدر أحدد المقاسات اللي موجودة عندي واللي هستخدمها فأول حاجة من الجدول بتاعنا جبنا لكم جدول مبسط سهل جدا هو نعتبره كده زي رشدة علاجية لموضوع الأبعاد لأن أغلب أبناء الطلبة بيعاني من مشكلة المقاسات والمناسيب وحابب هنا قبل ما نتكلم كده عاوز أقول لك أن الشريحة دي بالذات مهمة جدا جدا لك لأنك أنت هتستخدمها مرتين المرة الأولى في عملية التخطيط لحساب في مادة التخطيط لحساب طبعا المناسيب والارتفاعات سواء كان حوض غسيل أيدي حوض غسيل وش أو تركيب بنيو أو تركيب قاعدة مرحاض غربي أو فرنجة أو بلدي طبعا بأنواعه كل دي مناسيب أنت محتاجها في عملية في عملية التخطيط عشان هتقدر بناء عليها تقول أنا محتاج كم متر مواسير وأدي كده على ارتفاع كذا يبقى أنت بتوصف في المواصفات ده اللي احنا بصرده النهاردة ولكن الجزء التاني الأهم قوي واللي أنا محتاج حضرتك تركز عليه برضو في موضوع المناسيب أنك أنت هتحتاج المناسيب دي في عملية في مادة الرسم لأنك أنت لما بترسل المسخة الوفقي بعد كده تيجي تعمل واجهة عشان تطلع عمود ثلاثة بوصة صرف أو عمود أربعة بوصة عمل بتحتاج مناسيب المشتركات مناسيب المشتركات دي هتجيبها منين؟ تجيبها من المناسيب اللي موجودة في الشريحة اللي عرضناها من شوية واللي هنتكلم عليها فلازم تكون عارف منسوب تصريف الجلتراب كام منسوب تصريف البيبة كام منسوب تصريف الحوض الغسيل الأيدي حوض غسيل الأواني وش المشترك بيكون على كام في حالة الصرف المباشر والغير مباشر كل الكلام ده هنشوفه في الشريحة دي عشان ده هيبقى بناء على هتستخدمه في مادة الرسم أثناء رسمك لمنسوب الكوع أو المشترك اللي هيكون موجود على العمود سواء العمود ده 3 بوصة أو 4 بوصة فطبعا مهمة جدا جدا أن أنت تكون عارف المنسيب نجاهز وراء ولم ونكتب ورايا كده مع بعض نكتب الماسات دي والمناسيب دي ما تغادروش القناة وخليوكم معنا ونسجل خطوة بخطوة ونشوف مع بعض ونرجع لجدول المنسيب بتاعنا هنا بيقول لي أول جهاز من الأجهزة اللي هو حوض غسيل الأيدي الأبعاد بتاعته الماس بتاعه طبعا فيه في السوق هنلاقي ماسات مختلفة كتير جدا عن الماسات اللي موجودة أمام حضراتكم كل شركة وطبعا بقت بتتفنن فيه الأبعاد والماسات الخاصة بالمنتجات بتاعتها ولكن احنا هناخد ماس ستندر وهنشتغل عليه اللي هو 40 في 45 وارتفاعه بيكون 25 يبقى أنا كده عرفت أن الحوض بتاعي حوض غسيل الأيدي 60 في 45 فيه 25 طيب بيانة تصريف بتاعه بقى الحوض ده هيصرف على كام فبيقول لي هنا منسوب سطح العلوي يعني أنا بركب الحوض ده حوض غسيل الأيدي على ارتفاع 85 ومنسوب المشترك بتاع الصرف بتاعه بيكون على ارتفاع كام على 55 في حالة الصرف المباشر أما إذا كان على بيبة بيكون سالب 10 وعندي حاجة تانية حوض تاني عشان كلام ده هنوضحه بالرأس حوض آخر من الأحواض وهو حوض غسيل الأواني أو زي ما بنسميه حوض المطبخ وده طبعا بتكون له أماسات كتيرة وفيه الاستندر بتاعه متر في 120 منسوب سطحه العلوي اللي هو تركيبه بيكون زائد 90 يعني على ارتفاع 90 ومنسوب رأس المشترك بتكون 60 في حالة الصرف المباشر يبقى هنا هنرجع كده مع بعض ونوضح الجزئيتين دول الخاصة بالحوض وخاصة لتوضيح عملية المنسوب ووش التركيب الخاص بالحوض لو انا هفترض ان انا عندي الحوض بتاعي حوض الوش اهو لو انا برسم كده عندي حوض وش لو انا هركب كده حوض غسيل أيدي الحوض ده المفروض انه هركب على الحيطة فهو هنا بيقول لي ان المفروض المفروض وش الحوض ده من فوق يكون متسبت على ارتفاع من الارض 85 سنت يبقى انا الارض ده ايه خلى بالك بقى ان الارض هنا اللي هو وش اللي ايه منسوب البلاط يبقى انا كده بكون عارف منسوب الايه منسوب البلاط من وش البلاط ببدأ ايه 85 طب لو انا هنستر عندي لسه الارض ايه لسه ما صبتش ما عملتش البلاط فانا عارف ان البلاط بالطباط بتاعته بيكون تقريبا 10 سنت اللي هو الرمل والمونة وصمك اللي ايه البلاط فبزودها يبقى انا لو انا ما عنديش البلاط بتاعي باخد شرب الشرب ده على ارتفاع كام واحد متر وارجع انزل منه المنسوب بتاعي اللي هو بسيب هنا 85 والباقي ده بيكون عبارة عن الايه عبارة عن العشرة سنت يبقى وش ده كده وش اه وش حوض غسيل الايدي يبقى انا عرفت ان الحوض ده وشه يتركب ارتفاعه يكون كام 85 لانه هيجي بعد كده كمان منسوب الخلاط والخلاط بركب على ارتفاع 30 من وش الايه من وش الحوض يبقى انا لو هنركب الخلاط هنا كده يبقى ارتفاعه هيكون من الحوض على ارتفاع كمان 30 سنت من الحوض يبقى الحوض وش تركيبه 85 من البلاط وهنا بيقول لي بقى في حالتين في حالة في حالة الصرف لما يكون في صرف مباشر مباشر يعني انا عندي الحوض لو هرسمه مجازا كده وفي ظهره على طول المشترك بتاعي يعني فيه هنا مشترك كده والصرف بتاع هيركب في ايه في الحوض هيركب على طول في المشترك بتاعي وش المشترك ده هيركب على العمود على ارتفاع كامل في حالة الصرف المباشر بيكون على ارتفاع Ke5 من 100 يعني 55 سنت 55 من 100 ايه متر يبقى انا هيئس كده على ارتفاع Ke55 ويديني وش الايه وش المشترك خلي بالك ان المشترك كله على بعضه عشان برضو ده مهي معلومة ايه لازم تكون اعرفها ان المشترك كله طوله على بعضه بيكون كام 30 سنت يبقى انا هركب المشترك ده وشه كده على ارتفاع Ke55 لحوض غسيل الايدي في حالة الصرف الايه في حالة الصرف المباشر اما اذا كان الصرف على بيبة يعني الحط ده هيرمي كده هنا خرطوم الصرف بتاعه وهيرمي هنا على بيبة او صفاية او بلعة زي ما بنسميها برا كده فبيقول لي ان البيبة دي ازاي هتظهر على العمود لو انا عندي كده بقى عمود اهو هنقول ان البيبة انا عندي عمود الصرف بتاعي اهو موجود وده المشترك اهو كده المشترك ده مجازا كده يعني اهو الشكل المشترك ده راكب بعد الحيطة طبعا هنا في حيطة اهي الجدار كده وهو العمود عمود الصرف طالع معاي يبقى انا بيقول لي ان وهنا وش الارض يبقى الحط بتاعي اهو زي ما احنا كده عاملين وده البلاع البلاع موجودة هنا الصفاية هنا في الارض يبقى الوشترك بتاعي ده اهو سالب عشر سالب عشر يعني ايه يعني تحت سفل بعشر سانط يبقى كده سالب من ده في حالة الصرف الصرف غير المباشر ده بيسمى صرف ايه صرف غير مباشر ليه لانه على بيب يبقى في حالة اهو يبقى نقول الصرف الصرف المباشر عشان نعرف الفرق ما بينهم ده بيكون يكون على العمود مباشر طيب لما يكون على بيبة او الصرف الغير مباشر الصرف الغير مباشر ده بيتم عليه على بيبة او سيفون بنسميه كده سيفون ارضية ده منصوب بيكون خمسة وخمسين زائد يعني فوق السفل فوق السفل فوق الارض بتاعتي بخمسة وخمسين سنطي يديني بداية وش المشترك اما ده بيكون سالب عشرة يعني تحت السفل انا انا شفت السفل اهو ده الارض بتاعتي بينزل لتحت عشرة ايه عشرة سنطي كله ده يخص مين حوض غسيل الايد يبدا حوض غسيل الايد وطبعا مقاسه زي ما قلت من شوية ستين في خمسة واربعين اهو عشان نبقى عارفينه فيه كام في خمسة وعشرين طوله في عرضه فيه ارتفاع بتاعه ستين في خمسة واربعين في خمسة وعشرين طيب لو انا عندي الحوض التاني وهو حوض غسيل الاواني اللي هو بيكون من الاستنلس يبقى هنتكلم عليه كده ونشوفه برضو نرسمه يبقى حوض المطبخ زي ما بنسميه او حوض غسيل الاواني زي ما بيطلق عليه ايه هندسيا حوض المطبخ مقاسه اللي موجود في السوق والاستندر بتاعنا بيبقى عبارة عن متر في كام فيه متر وعشرين وطبعا بيكون من الاستنلس ماشي طيب هو اختلف عندك اختلف في عملية التركيب في خمسة سنطي بس يعني هو الحوض بتاعه ووش الحوض بتاعي ايا كان او ممكن يكون طبعا بيكون مستطيل الشكل جزء منه بيكون عبارة عن صفاية وجزء التاني بيكون عبارة عن ايه حلة لو هو ده طبعا كان حوض غسيل الايدي ده حوض الاواني بيقول لي ان منسوب وش التركيب بتاعه بيكون على ارتفاع كام على ارتفاع تسعين من مية يعني تسعين سنط يبقى من وش الايه وش البلاط يبقى ده البلاط بتاعي من الارضية بتاعك ماليش دعا بقى بالمنطقة اللي تحت اللي هي عبارة عن ايه منطقة لسه هيتم فيها اجراء عملية البلاط او محتاجة بلاط وان كان الطبيعي بتاعها بتبقى عبارة عن عشرة سنطي بتبقى اربعة سنطي رمل واثنين سنطي مونة والباقي المفروض انه هو بلاط على حسب طبعا نوع البلاط بقى ازا كان مزايكو ازا كان طبعا بلاط في مطبق وحنما يكون من السراميك او البرسلين يبقى هزاود في سمك الرمل او في سمك المونة وان كان الطبقة على بعضها بتبقى عشرة سنطي طبقة البلاط بالمنة بالرمل اللي موجود تحته يبقى انا ليا الصافي بتاعي تسعين خلي بالك عشان بعد كده لسه هيركب فوق ايه فوق خلاط على ارتفاع كام زي ما قلنا على ارتفاع تلاتين من وش ايه وش الحوض يبقى المسافة دي من هنا لهنا تبقى تلاتين سنطي ومن هنا لهنا تسعين يبقى انا لو انا حابب اسألك وقولك طب ارتفاع الخلاط كام من الارض من البلاط لوش الخلاط طبعا هتضيف التسعين على التلاتين يبقى المسافة على بعضها متر وكام متر وعشرين ولكن ده يبقى متر وعشرين ده منسوب خلي بالك تركيب الخلاط بس في ايه فيه او لحوض لحوض الايه الاواني اما التاني طبعا دكا كان ارتفاعه خمسة وتمانين اللي هو حوض الوش صح كده خمسة وتمانين وتلاتين يبقى هيئه اللي كان في الارتفاع ده هيئه اللي خمسة سنطي يبقى فيه اهو نقول كده منسوب هيبقى متر وكام متر وخمستاشر ده منسوب تركيب خلاط حوض غسيل الايد دي معلومات مهمة جدا لازم اكون عارفة عشان بعد كده فيه قلت لحضراتكم ان انتوا هتستخدمها مرتين مرة فيه الرسم وفرة فيه مادة التخطيط اللي احنا بصددها نرجع للسلايد بتاعنا تاني ونشوف باقي الشرايح هنا بيقول لي بقى ايه جاب لي حاجة تانية كمان او قطعة اخرى من القطعة المستخدمة عندنا وهي حوض البنيو ابعاده الخارجية متر وخمسين في سبعين في خمسة وخمسين وطبعا احنا بنقول ان المقاسات دي ماهيش استاندر لان اللي موجود في السوق طبعا مقاسات كتيرة واشكال كتيرة جدا وان كان ده المقاس اللي احنا هنتضرب عليه ونشتغل عليه ده المقاس بتاعه الخارجي من برة مقاسه من جوة متر خمسة وثلاثين في خمسة وخمسين في أربعين بقول لي بيرتفع سطحه العلوي عن سطح اللي ايه البلاط بارتفاع خمستاشر في حالة الصرف المباشر بيكون زاد عشرة اما اذا كان على بيبة بيكون صرفه كان سالب عشرة واحنا طبعا المفروض ان احنا عرفنا الجزئية دي ممكن نلقى عليها تضق مع بعض ونقول ايه المقاسود بيها المقاسود بيها ان زائد عشرة لما اقول زائد يعني ايه زائد يعني اعلى السفل تختلف بقى ممكن عشرة او خمسة وخمسين او ستين زي ما نشوف كمان شوية او تلاتين في حالة المرحاض الغربي يبقى زائد معناها ان ايه وش المشترك بتاع الصرف بتاعها اعلى فوق 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 السفل بكام بتلاتين او عشر على حسب الماس اللي هو مدهوني بعد كده بيجي طول ايه طول المشترك معاي اما في حالة الصرف غير المباشر يعني البنيو ده لو هيصرف على بيبة او صفون ارضية زي ما شوفنا في حالة حوض غسيل الايدي لو هيصرف على بيبة يبقى كده سالب عشرة سالب عشرة معناها ايه معناها ان المشترك بتاع الصرف اللي هو يبقى موجود اللي هتركب عليه البيبة او الصفون ده هيركب هيتوصل على العمود بتاع الصرف يكون وش المشترك بقى بتاعه اللي هياخد من البيبة ويرمع على العمود وش المشترك ده بيكون على ارتفاع كام سالب عشرة يعني بينزل عن السقف عن المنسوب بتاعه كام عشرة سنط لو انا في الدور التاني مسلا والسقف بتاعي يبقى هينزل عن سقف الحمام ده بكم بعشرة سنط ويبدأ معايا المشترك بتاعي طيب لو هو الصرف بتاعه المباشر البنيو ده مباشر يبقى زائد عشرة بقى المشترك هيكون على الارتفاع كام زائد عشرة ده الفرق ما بين يعني ايه موجب ويعني ايه سالب في المقاسات والمناسيب الخاصة بمنسوب التصريف اللي موجود عندي لاجهزة الصحية نرجع مع بعض كده ونستكمل الشراح بتاعتنا ونشوف هنا المسارات الخاصة باعمال الصرف لاجهزة المختلفة فلازم اكون عارف طبعا ان المرحاض زي المرحاض اللي امام حضرتكم ده مرحاض غربي بيرمي على العمود ايه عشان طبعا ابعارف مين بيرمي على ايه زي ما بنقول يبقى انا عشان بعد كده في عملية التقدير افاهم انا بشتغل على العمود تلاتة بوصة ولا عمود اربعة بوصة والعمود ده صرف ولا عمل طيب هنا كده المرحاض الفرنجي بيقول لي ان هو كده رامي على اهو على عمود العمود ده مصاره كام او قطره كام قطره اربعة بوصة يبقى انا عارف ان المرحاض الفرنجي الملاحيض عموما والمباول بترمي على الاعمدة اعمدة دي بتسمى اعمدة عمل ويكون قطرها لا يقل عن اربعة بوص عندي اللي هو ده البانيو بمنسوب التصريف بتاعه لو انت لاحظت كده اهو ده مباشر خلي بالك لان هنا كده على طول الصرف بتاعه لو انت لاحظت اهو ماشي على طول على هنا يبقى وش المشترك ده زائد عشرة اعلى من السفل بعشرة وده بيرمي على عمود تلاتة بوصة يبقى اسمه صرف يبقى عمود تلاتة بوصة قطره بيكون تلاتة بوصة بيسمى عمود صرف العمود اللي اربعة بوصة بيسمى عمود عمل العمود الثلاثة بوصة بترمي عليه الأحواب بتصرف عليه أما العمود الثلاثة بوصة المراحيات صواء مرحاض غربي أو فرنجي يعني بلدي أو فرنجي أو المباول بترمي على العمود الثلاثة بوصة يبقى أنا كده عرفت ده بيرمي علي وده بيرمي علي وده بيستخدم فيه بيستخدم فيه وعرفت القطر والاختلاف ما بين الاثنين الثلاثة بوصة والأربعة بوصة وعندي هنا ده نموذج ليه حوض مطبخ زي ما انتوا شايفين وغسالة او دي غسالة اواني اوه اللي اتنين متوصلين به العمود ده عمود تلاتة بوصة لو بصت كده هنا صارف على مباشرة اوه الحوض المطبخ بتاعي رامي على السفون والسفون رامي على المشترك بتاعي اللي هو اللي موجود على العمود قطر كام تلاتة بوصة ده حوض مطبخ هنا برضو نفس الموضوع هنا اوه الحوض بتاعنا رامي طبعا مباشر برضو كده في ظهره المفروض العمود ده عمود ده كتر تلاتة بوصة ده حوض المطبخ وده حوض اللي ايه حوض غسيل الايدة هنا طبعا المصارات زي ما قلنا مسارات الصرف بعد كده كشف الكمية للاجهزة الصحية وعمدة العمل والصرف وكشف الخمات دول تلات بنود من اهم البنود هنتكلم عليها ازاي اعمل كشف كمية للاجهزة وكشف كمية للاعمدة سواء اعمدة صرف او اعمدة عمل وكذلك كشف خمات للاعمدة اللي موجودة عندك تمرين من التمرين اللي موجودة عندنا واللي ممكن حتى كمان في الواقع انت تتعرض لها غير ان ده نموذج من النمازج اللي ممكن تكون موجودة عندك في الامتحان او تصادف بنود من البنود اللي هنتكلم عليها دي تكون تقابلك في الامتحان فلازم اكون عارف ازاي اقدر اتعامل معاه بيقول هنا ايه الرسم الموضع عبارة عن المسقطة الافقي التنفيذي انا عرفت اللي جاي الرسمة اللي هتيك كمان شوية عبارة عن مسقط ايه افقي لحمام ومطبخ بيحد الشقق اللي ايه السكنية ارتفاع الدور خلي بالك دي معلومات اساسية لازم تكون موجودة عندك ارتفاع الدور 3 متر وارتفاع الدروة 80 من 100 متر وبلاطة السقف 20 والطاير 1 متر وكان ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع 1 متر طب ايه المطلوب كشف كمية للاجهزة الصحية وكشف كمية لعمود 3 بوصة وكذلك كشف كمية لعمود 4 بوصة مع كتابة مواصفات مختصرة لي بنود الاعمال وده المشروع بتاعنا هنا جزئية لازم اعف عليها ولازم نتكلم فيها بالورقة والقلم ولازم نوضحها عشان تكون عارفة وتكون فاهم الفرق ما بين لما يقول لي الدروة يعني ايه دروة ويعني ايه دورة ويعني ايه منسوب ارضية الدورة عن الشارع يسوي كذا ولما يقول لي السفر طيب نبدأ الاول به الدروة الدروة المقصود ده ابني اللي هي عبارة عن صور البلكونة زي ما بنقول الدربزين بتاع البلكونة بيطلق عليه الدروة يبقى الدروة اللي هو منسوب الايه منسوب الصور او ارتفاع الصور بتاعي لان عمود الصرف اكيد طبعا بيمر بكل الايه بكل بداية من بداية البيت من تحت حتى نهايته عمود الصرف بيكون ماشى على ارتفاع البيت بالكامل وبالتالي بيحسب معايا ليه الجزء الخاص بصور البلكونة لان صور البلكونة ده جزء من الدور انا معرفش هو طوله كام فلازم هو يكون بالدهوني طيب يبقى كده الفرق ما بين الدروة اللي هي صور البلكونة والدورة اللي هي الدورة اللي هو الحمام بتاعي تمام عندي حاجة تانية جزء تاني اللي هو دايما نقطة خلاف مع ابناء الطلبة وبيقابلهم صعوبة فيها بيقول لي او هم تعودوا انه يسمع دايما السفل طيب السفل ده عبارة عن ايه السفل ده عبارة عن منسوب البيت بنسبة لمنسوب الشارع يعني فيه الطبيعي او فيه البيوت اللي هي ما بتعملش فيها بضروم بييجي الراجل المقاول بتاعي بيحفر البيت وبيبني بيأسس تحت بعد ما بيأسس بيكون البيت لو الدور ده هيبقى دور ارضي وهيستخدم فبيرتفع عن الشارع مسافة معينة المسافة دي بيجري لها عملية الردم ثم بعد كده بيبلط وبيتسكم الباقي البيت بتاع المسافة اللي ارتفعها عن الشارع دي اسمها سفل يبقى المنطقة دي اسمها ايه سفل اللي هو منسوب الدورة عن منسوب الشارع فبعض المسائل وبعض التمرين بيتيجي مباشرة فبيقول لك من ضمن الارتفاعات مثلا ارتفاع الدور 3 متر ارتفاع الطاير وده انا بفرضه يسابت 1 متر حتى لو هو مش موجود انا بفرضه 1 متر وعندي ارتفاع الدورة الدروة بقى طبعا بيكون محدده مثلا وليكن تمانين وبيجي بقى في النقطة الخلاف وهو يقول لي ايه وارتفاع السفل مثلا تمانين وانا عرفت ان ده سفل مباشر طيب في النقطة التانية بقى او على النموذج الاخر ما بيقول ليش بقى السفل بيقول لي ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع تمانين يبقى هي برضه المقصود بها اللي ايه السفل نشوفها مع بعض كده بالرسم الفرق ما بين الدورة والدروة والسفل وارضية الدورة عن الشارع نشوفها مع بعض بالرسم لو انا هفترض ان عندي ارضية الدورة اهي كده موجودة دي ارضية الدورة اللي انا بشتغل عليها ارضية الحمام بتاعي او اي ان كان الدورة يبقى دي ارضية الدروة لو انا ارضية الدروة كده اهي اللي انا هشتغل عليها او ارضية الحمام تمام ودايما بيكون عليها علامة لازم تكون عارفها بيبقى يديني منسوح حاجة دايرة كده اسمها دايرة المنسوب فيقولك مثلا ايه وتلاقي نصها الوان كده يعني مثلا الدايرة اهي نصها متلون ونصها فاضي وبيديك فوق كده موجب وتحت منه سالب معناها ايه دا منسوب الصفر يعني زائد او موجب مثلا يقولك ايه صفر فابقى انا عارف انه دا منسوب الصفر بس منسوب الصفر دا هيكون فين في الشارع عشان دا هيفرق معاك في العمل اثناء عملية اللي ايه الحل وانت بتحل فتبقى عارف الفرق ما بين الاتنين يبقى دا هيكون منسوب الصفر دايما بيكون في الشارع طيب هنا بما ان دا مرتفع عن الشارع وعندي ادى الحيطة اهي لو انا هفترض ان دا الجدار بتاعي وده الانديكيشن او التهشير زي ما انتم عارفين زي ما بنرسمه في الرسم بتاعنا العلامة دي عشان اعرف ان دا حيطة اهو وعندي هنا كده منسوب منسوب الشارع يبقى دا الشارع في حلقة دايما الدايرة دي برضو موجودة اهي وحلقة مكتوب عليها ايه موجب او زائد صفر يبقى انا عرفت ان دا ايه الصفر بتاعي هنا ارتفاع يبقى انا هنا مجمل الرسمة دي عاوز اوضع ارتفاع كلمة ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع لما اقول ارتفاع ارضية الدورة شوف بانيت اهيه عن الشارع ابقى عارف ان هو المقصود بها ايه مقصود بها اللي هو الايه السفر سواء قال السفر يبقى الجزء دا هو الجزء دا على بعضه كده اللي هو اسمه الايه اسمه السفر او ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع وهنا اوتوماتيك لازم يديك المقاس دا كام مش هيدولك بقى بصفر لان دا كان بصفر يبقى هنا وليكن مثلا تمانين يبقى انت عرفت ان بداية بداية ارتفاع البيت دا من الشارع تمانين سنت يبقى ارتفاع البيت دا او الحمام دا عن الشارع كام تمانين يبقى دا الفرق ما بين او المقصود بالسفر وارتفاع ارضية الدورة عن الشارع عملية اهو ورسمناه بالورقة والقلم هنتكلم بقى تاني او نوضح تاني الضوء زي ما قلنا الدروة لو انا عندي هفترض ان دا مثلا كده حاجة مبسطة كده نموزج صغير لو انا عندي دا مثلا اهو وجهة بيت من المنازل يعني وعندي الدروة بتاعتي الدروة هتبقى عاملة ازاي الدروة اهي اللي هي البلكون اهي صح كده لو انا هفترض ان الجزء دا عبارة عن بلكون كده اهو اهو لو انا بصيت كده دا البلكون بيطلق عليها ايه دا اسمها دروة ليه طب هي دخلة معايا ليه مستر لان عمود الصرف او عمود العمل بتاعك الصرف يعني دا الاسم الدارك بتاعنا عشان لسه مع انو نعرفش الفرق ما بينهم اهو دا عمود الصرف التاعي وبالتالي الجزئية دي انا محتاجة اعرفها كام ازا هو بالدهالي وليكن مسلا سبعين او واحد متر زي ما الدهالي ليه انا بذكرها عشان هي دخلة معايا من ضمن حسابات ارتفاع لارتفاع العمود بتاعي اللي هستخدمه سواء عمود الصرف او عمود العمل قطر كام قطر اربعة بوصة يبقى انا هنا عرفت الفرق ما بين منسوب ارضية الدورة عن الشارع وقلت دا بيديني في الشارع منسوب الصفر ومنسوب ارضية الدورة بيديني المنسوب بتاعي ارتفاعه كام عن الشارع وعرفت الفرق ما بين الدروة والدورة وقلت الدروة ليه هو بيذكرها الدروة اللي هي صور البلكونة بتاعي عشان عمود العمل او عمود الصرف هيمر به وبالتالي انا محتاج اعرف الارتفاع كام عشان احسب طول عمود العمل اللي هستخدمه ومنه بقدر احسب انا محتاج كام وصلة مواسير وبقدر بعد كده انا محتاج وليكن مثلا ميت متر مواسير قطر اربعة بوصة من البلاستيك مواصفاته كذا او من الظهر بيتلحم كذا وبيركب كذا هتاخد المتر في المواسير ده بكام فبيقول لي انا هياخد مثلا والله هياخد المتر في المواسير دي بالمواصفات دي توريد وتركيب انا اللي هشتري وانا اللي هركب مثلا بميت جنيه هيجي مقاول اخر يقول لي انا هياخد المتر بنفس المواصفات بنفس الكميات اللي موجودة دي وهنفذ على المتر بخمسة وتسعين انا ليه طبعا الاقل سعر واللي هينفذ طبعا ايه اعلى جودة بالمواصفات اللي موجودة معايا كل ده هينتج منين من خلال مواصفاتك وكمياتك ومدى فهمك لمادة التخطيط وحساب الكميات وازاي تقدر تقدر المؤيسة اللي موجودة معاك او التمرين زي ما هنشوف في التمرين اللي موجود معنا عندي هنا جزئية اخرى من الجزئيات بتاعنا فيه الاسلايد بتاعنا ونبص عليه كده اللي هو الرسمة بتاعتنا او المصبط الافقي اللي موجود لحمام ومطبخ زي ما احنا شايفين كده جزء لحمام ومطبخ ودايما انا بقول لأبناء الطلبة اقرى الرسم يعني لازم تقرى الرسم هو الرسم اللي بتقرى مستر اقولك اه اللغة الحوار اللي موجودة ما بينك وبين اللوحة هي عبارة عن خطوط وكأنها لغة اللي صمم الرسم اللي موجود امام حضراتكم ده عاوز يقولك ان هنا ده هيرمي على البيبة دي انا كده عرفت ان ده مش هيرمي مباشر وعرفت ان الحض ده حض غسيل ايدي طبعا ده كلها ما ساقطوا فوقية حض غسيل ايدي رمي على بيبة برضو مش هيرمي مباشر عرفت ان هنا ده مرحاض الفرنجي واللحاض الفرنجي ده في ظهره على طول عمود العمل اربعة بوصة رامي والخط ده معنى ايه انه هو رامي مباشر ما ده رسم تنفيذي ما هوش تخطيط تنفيذي يعني ايه يعني بالخطوط انا كده عرفت ان ده هيرمي مباشر واللاتنين دول حتجمعه على البيبة معاهم كمان حوض غسيل الاواني او حوض المطبخ اهو مسكت اوفي كله رامي على البيبة او الصفاية يبقى الصفاية دي او البيبة دي بتجمع عليها تلات اجهزة هم تلاتة رامين عليها وهي بدورها رامية على العمود تلاتة بوصة وصلتك معلومة هنا قريدي معلومتين المعلومة الاولى ان الجهاز ده هيرمي مباشر يبقى منسوب تصريفه هيكون زائد تلاتين والجهاز ده هيرمي مباشر بعد ما دول راموا عليه غير ايه مباشر يعني هم راموا عليه وهو البيبة اللي رامت يبقى منسوب المشترك بتاعها سالب عشرة على عمود كان تلاتة بوصة واللاتنين دول العمود التلاتة بوصة والعمود اللي اربعة بوصة متجمعين على غرفة التفتيش ولازم اقرى كمان الرسم يعني ايه المصطلحات اللي موجودة امام حضراتكم ده عين صاد معناها عمود صرف قطر كان تلاتة بوصة عين عين معناها عمود عمل اربعة بوصة ده اسمه مداد المداد ده بيرمي من العمود على غرفة التفتيش فيه اللي اتنين هو موجود وبيقول له ان مسافته كان واحد متر احتاجها في ايه دي احتاجها بعد كده وهنشوفها كمان شويه غين تيه معناها غرفة التفتيش ستين في ستين على ستين معناها ايه ده مستر معناها غرفة التفتيش طولها ستين وعرضها ستين وارتفاعها ستين وارد جدا ان الارتفاع ده يكون سبعين تمانين اي مكان بس معلومة لابناء الطلبة ان دايما الارتفاع هو اللي بيكون موجود فين موجود تحت فعشان تكون عارف ارتفاع غرفة التفتيش بيكون موجود تحت الطول في العرض على الارتفاع وارد ان هو يختلف يبقى انا كده قريت الرسم وعرفت ان الاجهزة اللي موجودة قدامي عبارة عن حوض غسيل اواني وعبارة عن حوض غسيل ايدي ومرحاض غربي وبنيو وصفاية او بيبة زي ما بيطلق عليها وعرفت كمان خطوط الصرف ماشية ازاي وكلهم في الاخر بيجمعوا على غرفة التفتيش وده الجزئية الخاصة بكلمة اقرأ الرسم او اقرأ الرسم وافهم لغة الحوار اللي موجودة عندك على الرسم والصمم قصد يوصل لك ايه من الرسم اللي موجود امامك طيب انا كده عرفت المطلوب وعرفت البيانات بتاعتي اللي موجودة وحبدأ بعد كده اصمم الجدول بتاعنا اللي هو جدول المعيسات وكنا اشتغلنا عليه احبايا وهنلقي نظرة كده سريعة مع بعض ونعمل اصبط عليه كنا اتكلمنا عليه في الصف الثاني وانتو طبعا درستوه وعرفته تصميم الجدول الخاص بالمواصفات والكميات ودي بنود لاغنى عنها يعني ما نفعش احزف خانة من الخنات اللي موجودة في الجدول اثناء عملية تصميم الجدول ليه برضو؟ لان كل خانة من الخنات او خلية من الخلائق اللي موجودة في الجدول بتاعنا جدول الكميات ده له وظيفة معينة او لها وظيفة معينة بتأديها من خلال الجدول في شكله المكتمل مع بعضه طيب اول خانة وهنراجع مع بعض كان خانة البند يبقى البند انا بكتب انا هشتغل في بند ايه وليكن البند الاولاني رقم واحد يبقى انا بكتب بند رقم واحد رقم اتنين بند بيسمى بيان الاعمال بيان الاعمال زي ما قلت في بداية الحلقة جزء خاص بيكون ده اكبر جزء موجود عندي كبير بكبره كبر المساحة بتاعته في تصميم الجدول ليه؟ لان ده الجزء اللي بتكتب فيه المواصفات الخاصة بالعمل او الاعمال اللي انا هنفزها لو انا بركب حوض غسيل ايدي كجهاز وكتركيب في الجزء الخاص ببيان الاعمال طيب وهكذا لو باقي الاجهزة او عملية التركيب نفسها كل ده بيدون فين؟ بيدون في بيان الاعمال يبقى وردي طبيعي اول ما تسمع فين مواصفات المادة الفلانية او البند الفلاني او مواصفات الجهاز الفلاني هتروح على طول عينك على بيان الاعمال اللي موجود في الجدول طيب رقم اتنين الخانة رقم اتنين خانة العدد ودي خاصة بالعدد الاجهزة او المواصير اي المكان اللي انا مستخدمه بدون فيها العدد بعد كده المقاسات اللي هي عبارة عن طول وعرض وارتفاع بعد كده بياليها دي مقاسات طبعا سبتة خصم الخصم اللي هو التنزيل اضافة جملة لكن انا عندي فيه الاعمال الصحية في باقي التخصصات بيسمى تنزيلات ولكن فيه الاعمال الصحية بيسمى خصم طبعا لان فيه اجزاء هتتخصم بعد كده اللي هو تنزيلات يعني حاجات بتتخصم من الابعاد الكلية بياليها بعد الخصم اضافة لو انا هضيف جزء على تجميع اجزاء على بعض بجمعها فيه الاضافة وخانة النهائية اللي هي خانة الجملة ثم بياليها اخر خانة خانة الملاحظات وخانة الملاحظات بقدر الامكان بيخليها كبيرة ليه؟ عشان لو انا حابب افسر بند من البنود طبعا انت في الاخر بيكون عندك ايه او المقاول يهمه ايه؟ يهمه في الاخر مواصفات اللي هي البنود ويهمه كميات اللي هو الحسابات بتاعت ماشي هو هنا مواصفات وهنا الكميات او الاجمالي بتاعت العمل بتاعه طيب التفصيل بقى مين بيركب ازاي والحسابات بتاعت جات منين عشان يكون عارف ان كل وصلة دي حسابها كذا وطولها كذا بتركب بالطريقة الفلانية ده كله بتحسب فين؟ يتحسب في المواصفات اما في البناء البيان الخاص بالاعمال ما بكتبش في حاجة فيه غير المواصفات وفي الجزء الخاص فيه القياسات بتاعتي طول عرض اتفاع قصم اضافة جملة كل ده بتكتب فيه ارقام بس اللي هي نواتج ما سيتم شرحه في المواصفات كده تمام؟ نرجع بقى ليه الجدول بتاعنا ونبص عليه فيه شكله النهائي اللي هو مصمن امام حضراتكم ده وانا جايبه قدامكم هو حابب اوضح لكم الجزء الخاص بالمواصفات والجزء الخاص بالكميات وازاي اللي اتنين بيتدونوا طب انا هنا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن حوض غسيل اواني يبقى اول حاجة من المواصفات ما هو في السؤال بتاعي كان بيقول لي المطلوب حساب عمل حساب كميات للاجهزة الصحية الاجهزة الصحية اللي كانت عندي عبارة عن ايه؟ حوض غسيل ايدي وحوض غسيل اواني ومرحاض غربي زي ما شفنا طيب هبدأ بحوض غسيل الاواني اول حاجة هكتب البيان بتاعه انا المواصفات بتاعتي كراجل مالك او استشاري محتاج من المقاول اللي هيجي يشتغل عندي يعمل ايه؟ فابنا بقول له بالعدد توريد وتركيب خلي بالك انا كده لغة حوار مدينة وبين المقاول بقول له انت هتورد يعني انت اللي هتشتري وتركيب انت اللي هتركب طيب ماش كده عارف ان هو هيشتري وهيركب زي ما بنقول مونة وقجرة ليه لانه هو اللي هشتري وهو اللي هيركب طب هيركب ايه؟ لازم اكتبله ولازم اعرفه حوض غسيل اواني من الستانلس يبقى عارف ان الحوض اللي هيتركب ده حوض من الستانلس مش من خامة تانية مقاس كام؟ 60 في 120 طبعا ده مقاس هو ثبته ما فيش مشكلة يبقى انا كده بقول له ما تشتريش مقاس تاني والخمل هتستخدمها من الستانلس وانت اللي هتشتريه وانت اللي ايه؟ هتركبه طيب مقاسه كام؟ مقاسه 60 في 120 على ان يكون خلي بالك بقى دخل في المواصفات اوه خاليا من الشروخ انا ما شوفه مش هلاقي في عيوب يركب على كابولي من الحديد يبقى انا هسبته على كابولي من الحديد يدهن وجهين ببوية الزيت وان كان اللحواض اللي موجودة حاليا طبعا منها انواع كتيرة مش محتاجة الكابولي ولكن ده زي ما بنقول ده شروط ومواصفاتي خاصة بيا انا كمالك او كاستشاري بطلبها من المقاول عشان بناء عليها يبدأ يحط الايه؟ يحط السعر نرجع تاني يقول لي هنا ايه؟ هيركب على كابولي من الحديد بيودهن وجهين ببوية الزيت يبقى الكابولي ده قبل ما تركب على الحض لازم تدهنه وشين ببوية الزيت عشان طبعا عملية الصدى ويثبت في الحائط اللي هو الكابولي بمونة الاسمنت والرمل على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة ونقف هنا كده مع بعض ونأكد على الجزئية دي ونشرح انا هنا بقول له دايما خلي بالك وانت بتتكلم بتقول له بالعدد يبقى انا كده قطعة موجه بالمتر لانه طبعا هيشتري قطعة اتنين تلاتة من الاحوال يبقى بدايتك لازم تكون صحيحة في وصف الكميات لانه ممكن يجي لك سؤال يقول لك اذكر بعيد خالص عن الجداول يقول لك اذكر المواصفات الفنية الخاصة بعمال تركيب حوض غسيل الايدي يبقى انا بقول له بالعدد او حوض غسيل الاواني زي ما انا في الشريحة دلوقتي يبقى انا هقول له بالعدد بدء صح توريد انت هتشتري خلي بالك انت اللي هتشتري وتركيب وانت هتورد وهترك ايه لازم اعرفه عبارة عن حوض من الستانلس ماسه كام اذكر بقى الماس بتاعه عشان ما يجيب ليش ماس مخالف ليه ماس التركيب اللي انا هاعتمده عندي فيه الشركة او فيه المشروع بتاعي فبقول له ماس متر وعشرين في ستين يبقى انا حددت له ليه الماس يحتوي على فانا كمان من المجتملات اكتب بقى المجتملات بتاعة الحوض عبارة عن سفون بوصة ونص طبة للتسليق كل المواصفات الخاصة بليه بعملية او المجتملات الخاصة بيه الحوض بتاعي كمان طيب ويه تاني كده انا وصفت الحوض جسمه ونوعه وتركيب جات عملية بقى التركيب فانا هقول له ايه يركب على خلي بالك كابولي من الحديد بوصة ونص او نص بوصة يبقى انا كده حددت له انه هيركب على مصورة من الحديد المصورة دي تدهن وجين ببوية الزيت يبقى انا شرطة اساسي عندي ان انا لازم اشوفها ايه مدهونة واستلمها قبل ما تايه ما تركبها مدهونة وجين ببوية الزيت المصورة دي او الكابولي ده يسبت في الحائط بمونة الاسمنتو والرم وفي الاخر بقول له على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة طب ليه مستر ليه الكلمة دي ودي الكلمة دي دايما هتبقى معي على طول لانك انت لو نسيت بند من البنوت حتى في عملية التصحيح وانا بصحاح لك لو انت نسيت بند من البنوت وما قلت ليش على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة لو الدرجة دي من عشرة انا هاقدرها لك بتمانية او تسعة ليه مستر انك انت لازم تقول لي هنا على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة يبقى انا كده غطيت اي بند او اي جزء في الصناعة انا نسيته او ويع مني سهوا يبقى انا كده قلت له لا وفقه اصول الصناعة هتعمل يعني بمعنى ايه وهو بيفتح شنيشة عشان يركب الكابولي مثلا اللي هو الحوض اللي هيركب عليه الحوض اللي هو كابولي من الحديد يسبته في الحقيقة الشنيشة دي جات واسعة شوية فهو ركب الحوض وركب الكابولي وركب الحوض وعاوز يستلم بقى انا راح استلم منه عشان ياخد الفلوس بتاعته صح؟ فانا هقول له لا انت مخلصتش الشغل هيقول لي ليه هيقول لي ما هو يا مستر طب ما انا ركبت لك الحوض والمواصفات وكذا وطولوس متر وعشرين في ستين وركب على كابولي والكابولي مدهون ومتسبت في الحقيقة تمام جدا بس انا ما قلت لهش في المواصفة على ان يتم العمل حسب وصول الصناعة هنا بقى هو هيبقى له حق طبعا لان انا كده ما قفلتش البند لكن انا لو ما قفل البند وقايل على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة واصل الصناعة بيقول من قتلى فشيا فعليه اصلاحه انت طبعا مسلم الحقق ده كان سليم والشنيشة دي كانت شنيشة كبيرة خلي بالك يا هتفرق معك او حد يقول لي كده هتفرق معايا مستر في الشغل برا اقول لك اه ليه لان انا لو بركب مثلا البرج البرج ده فيه اتناشر عمارة باتناشر حمام مثلا ولا اكتر العدد ده مع الشنيش دي كلها هتحتاج صناعي او اتنين هيجوا يركبوها بيوميات واجور صح كده وكمان خمات لا يبقى هو مسؤول عنه انا بقول ايه اهو على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة هو خلصوا الحط بتاعه ويرجع كل حاجة زي ايه زي ما كانت يبقى كل بس اللي تم عملية التركيب يبقى انا بقفله البند بيه بيه حسب اصول الصناعة وباجي في الاخر اقول له لزوم تركيب حوض غسيل المطبخ يبقى انا كده عرفته ان انا هشتغل على حوض غسيل الايه المطبخ نرجع مع بعض كده ونشوف الكميات بتاعته بتتكلم ازاي او بتتركب ازاي عندي فيه الجدول بتاعي بتتسبت ازاي لو انا بصيت في الرسم كان العدد واحد في حوض غسيل الاواني وعدد واحد في حوض غسيل المطبخ الحوض غسيل الايدي وحوض غسيل الايه المطبخ هنا العدد واحد بكتب فيه خانة العدد واحد بسيب كل الخانات طبعا لاني ما عنديش حاجة تضاف او مفيش حاجة تانية هتقول لي طب يا مستر الطول والعرض اقولك طب ما انت كتبتهم هنا في المواصفة بتقع الحوض بتاعك وبالتالي مفيش مفيش يعني مفيش سبب ان انت تكتبها في الجدول بتاعي هي بتتكتب في المواصفة اذا كنت بتكلم عن قطعة من القطع الصحية اللي موجودة عندي يبقى العدد واحد وفي خانة الجملة بكتب كام واحد يبقى كده عرفت ان انا عندي حوض غسيل اواني واحد بالمواصفات بتاعك نرجع تاني او نشوف بلد اخر من البنود وهو تركيب حوض غسيل هنا المرحاض الغربي فبيقول لي بالعدد يبقى انا بالقطعة توريد وتركيب يبقى انت هتخلي بالك برضو من الفخار انا حددت لك المطلي صيني مقاس 35 في 41 في 38 طول في عرض في ارتفاع انا محدد لك المقاسات بتاعته واهل لك انه هو من الفخار المطلي صيني على ان يكون خاليا من العيوب والشروخ ملقيش فيه طبعا عيب او شرخ فيه لانه ده طبعا مصنوع من الصيني وارد جدا لنا اقلقي فيه بعض التشريعات او التشريخ فيه الاجهزة بتاعتنا وكمان يكون خالي من الزوايا ويحتوي على سفون من نفس الخامة والمواصفات وسديلي وغطاء من البلاستيك على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة وبكتب لزوم المرحاض بكتب العدد واحد في خانة الجملة واحد طبعا لازم شرطة اساسي فيه عملية استلام الاجهزة ودي بنوع عليها لابناء الطلبة لازم تكون ملم بالمواصفات الخاصة بالاجهزة الصحية عشان عملية التوريد انا بكلمك فيه جزئين او بتكلم معاك على جزئين الجزء الاول ما سيتم انتحانك فيه فيه العام الحالي فتبقى عارف يساعدك فيه اتمام عملية النجاح والتوفيق ان شاء الله والجزء الخاص بعملية التنفيذ برة فتبقى عارف ان من ضمنه مواصفات توريد المرحاض الغربي ان يكون خالي من الزوايا طب خالي من الزوايا ليه مستر عشان عملية سهولة عملية التنظيف وبالتالي ما يكونش فيه عندي رواسب الرواسب دي تتبقى فيه الزوايا دي فيصعب تنظيفها بعد كده لان طبعا وارد جدا ان المقاول عشان يقلل او يكسب آسف زيادة فيقلل فيه مستوى الخامة اللي موردها ليك فيه المشروع فيلجأ ليه شركات الشركات دي يكون عندها فرز زي ما بيقول فرز تاني وفرز تالت الفرز ده بيكون فيه اخطاء الاخطاء دي لو انا ما خدتش بالي منها فيه عملية المواصفات يبقى انا كده هتعرض ليه عملية نصب فيه واحتيال فيه المشروع من خلال الاجهزة اللي انا بوردها ويخلي بالك ان هنا انت بتورد وبتركب وحنتوقف النهاردة ان شاء الله عند هذا القدر من المواصفات الخاصة بالاجهزة الصحية على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الغد القريب دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته